لطالة معينا العيقار رقم 1925 المعروف بحرش بيروت الممتد من شمال الطريق من مستديرة الطيونة حتى مستديرة شاتيلة من تغييرات بشكل فانزحات الأماكن الخضرة وحل محلة مدافن لطائف السنية مدافن روضة الشهدان لطائف الشعية مسجد الإمام الصادق إضافة لمنشأة عبدالهادي الدبس لتنمية الفكرية ومبنى كشافة الرسالة الإسلامية هالأسبوع مساحة خضرة جديدة انضمت لقوافل الدمار هي تابعة لحرش بيروت إلا أنه بيفصلها أتوستراد عن الحرش الكبير وتوجهت الأنذار لبناء مركز للأمن العام اللي رفضت مصادره التعليق على الموضوع وقالت إنه في مبنى رح يتم أعماره بالمنطقة من دون تحديد المكان وفي ورشة ماشية مصادر بلدية بيروت اتفاجأت بالأعمال اللي صارت وكشفت إنه الطريقة اللي انتزع فيها الشجر هي جريمة بيئية فلو انقبعت بطريقة حضرية كان الممكن إعادة زرعة بسبب عمره الكبير وقالت إنه المشكلة إنه وقت يصير إشكال منقدم شكوى للكوى الأنية وبهالحال لمين منلتجئ وشددت المصادر للنشرة إنه بعد ما نحطينا تحت الأمر الواقع رح نلتجئ للقضاء هيدا الإجراء أكد صوابيته متخصصين بالأنون اللي قالوا إنه الحل بالقضاء المستعجل لتوقيف التعدي وشدد على إنه قانونا مش ممكن تتم كل الهعماليات إلا بحال استملاك أو إنه تكون الأرض للدولة وأرض الدولة نوعين تبع للحكومة أو للبلديات إذن عم يتبين إنه كل المنشآت اللي عم تتعمر مكان حرش بيروت عم تكون دينية سقافية اجتماعية وغير سكنية واليوم نضم إليها إنشاء أمنة بيظل نفل بلدية والمحافظ أعطاء رخصة شكرا